السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتنا درس جديد يتعلق بالقراءة المسترسلة الجزء الأول هواية لم أنساها صفحة رقم 85 نبدأ بأتهيأ لقراءة النص السؤال هو أذكر بعض أنشطتي في أوقات الفراغ نعم المطلوب أننا نذكر بعض الأنشطة اللي كتقوموا بها في الوقت الفراغ ديكم مني كتكونوا قالسين ما عندكمش كنقولوا ما عندكمش شغول أشنا هي الأنشطة اللي كتدروا كل حسب ميولاته وما يحب أن يقوم به هناك من يزاول مثلا لايب كرة القدم هناك الجاري هناك الرسم هناك المطالعة القراءة كل واحد حسب رغبته وميوله نعم نذهب إلى ألاحظ وأتوقع أتأمل الصورة وأصفها نعم نلاحظ نعم في الصورة نلاحظ شخصا يجلس في مكتب نعم ويقوم برسم صورة لطفل أو لأمير أو إلى ما غير ذلك نعم أتوقع نوع الهواية التي سيعالجها النص نتوقع الهواية التي لا يتكلم عليها النص نعم من خلال الصورة نعم ما هي الهواية التي سيتحدث عنها النص هي هواية الرسمي نعم ننتقل إلى الجزء الثاني أقرأ بطلاقة نعم يجب قراءة النص بطلاقة نعم أنا لن أقرأ النص لربحي الوقت وننتقل إلى الصفحة رقم 87 نبدأ بأقرأ أقرأ الجزء الأول من النص ثم أنجز الأنشطة نعم نقرأ النص في المنزل ضروري أننا نقرأ ونعودوا باش نفهموا النص نقدروا نجاوب الأسئلة بسلاسة ننتقل إلى أفهم وأحلل سؤال الأول أجيب عما يلي كم كان عمر السارد في صغره في بداية النص لما كنت في السادسة من عمري إذن السندي الكاتب أو السارد أفوا هنا هو ست سنوات ماذا شاهد في الصورة نعم شاهد صورة لثعبان البوى وهو يبتلع ثعبانا نعم ماذا رسم بعد ذلك ماذا رسم السارد رسم ثعبان البوى وهو يهضم فيلا ما رأي الكبار فيما رسمه نعم ما رأي الكبار فيما رسمه في السطر الثالث قالوا له ولماذا تخيفنا قبعة بما نصح الكبار السارد نعم باش نصحوه قالوا له بأن يترك الرسم ويهتم بالجغرافيا والتاريخ والحساب والنحو سؤال السادس أي هواية أخرى اختار نعم الهواية اللي اختارها السارد هنا فآخر الفقرة فتعلمت قيادة الطائرات السؤال الثاني أسمي المواد الدراسية التي أشار إليها السارد هذه المواد هي الجغرافيا والتاريخ والحساب والنحو سؤال الثالث ناوب الكاتب بين السارد والحوار أمثل لكل نوع بمثال نعم بالنسبة للسارد نعم مثال على السارد لما كنت في السادسة من عمري هذه الجملة هنا السارد يسرد لنا نعم بالنسبة للحوار لكنهم نصحوني بأن أترك الرسم سؤال الرابع أستخرج العبارات الدالة على المعاني الآتية الثعبان يبتلع فيلا نعم انطلاقا من نص بل ثعبان بوا وهو يهضم فيلا الجملة الثانية السارد نجح في أن يرسم أول رسم له نجحت في تخطيط رسمي الأول الثالثة تخلي السارد عن هواية الرسم نعم فتخليت عن مستقبل رائع في فن الرسم ننتقل إلى أركب وأقوم سؤال أول ألخص الجزء الأول من النص نعم سأعطي تلخيصا ويمكنكم إعطاء تلخيص آخر أكثر دقة وأفضل شاهد السارد صورة لثعبان البواف فقرر رسم المشهد لكن حين عرضها على الكبار نصحوه بالابتعاد عن الرسم فترك الرسم وتعلم قيادة الطائرات سؤال الثاني أبدي رأيي في نصيحة الكبار للسارد نعم بالنسبة لي كانت نصيحة الكبار للسارد سيئة لأن الكبار يجب أن يشجع الصغار للتعلم والاستمرار وليس العكس سؤال الثالث أعلق على تغيير السارد هوايته نعم ارتكب السارد خطأا حينما ترك هوايته المفضلة واختار هواية جديدة وإلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول وإلى اللقاء في الحصة المقبلة